في سورة النور في كتاب الكريم الخبيسات للخبسين والخبسون للخبسات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون طيب هنا على تفسير الجمهور على عكس ما يعرف لأكثر الناس أن هنا يعني المرأة الخبيسة للرجل الخبيس والمرأة الطيبة للرجل الطيب جمهور المفسرين على أن هنا الكلمات الخبيسات للخبيسات من النساء والخبيسين من الرجال والكلمات الطيبات للطيبين من الرجال والطيبات من النساء يبقى الجمهور على أن الخبيثات هنا الكلمات وهناك تفسير آخر نعم أن المرأة الخبيثة للرجل الخبيث في الغالب لأنه سيعكر علينا بزوجة نوح عليه السلام وبزوجة لوط عليه السلام هذا حكم أغلبي في الغالب